بسم الله الرحمن الرحيم وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيِذُبَّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُنَ عَسِيسُ الْحَكِيمِ ولقد رسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور فاذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار وشكور وإذا قال موسى لقومه ذكروا نعمة الله عليك لإذا أموجاكم من آل فرعون يسلمونكم سوء الأعذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون رساءكم وفي ذلك من بلاء من ربكم عظيم وإذ تعد ربكم لإنها شكرتم لا سيدا إنكم ولإنها كفرتم إن عذابي لشديد وقال موسى يَمْ يَتَكْفُرُوا أَوَدْ وَمَنْ هَ فِي الْأَرْضِ دَمِيعًا وَفَيْنَّ اللَّهَ لَغَنَيٌ حَمِيدٌ فَلَمْ يَأْدِكُمْ نَبَوُ الَّذِينَ مِنْهَا قَبْلِكُمْ كَوْمُ نُوحِيٌ وَعَادٍ وَثَمُودٌ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِنَّا اللَّهَ جَاءَتُهُمْ رَسُلُهُمْ بِالْبَيْتِ نَعْذِ فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ وَقَالُوا وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُذِيمٌ قالت رسلهم في الله شك وفات للسماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم وذنوبكم ويؤخذكم إلى أجل مسمى قالوا إن أوت إلا بشر مثلنا تريدونا وتصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطاني مبين قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمئن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا أن لا نتوكل على الله وقد هدانا سورنا ولنصبرهم على ما آذيتونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون وقال الذين كفروا لجسرهم لنخرجن لكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا أوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف بعيد واستفتحوا وخابكم لجبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء وصديد يتجرعه ولا يكاد يصيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بمي ومن ورائه عذاب وليب مثل الذين كفروا من ربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الروح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال المعيد لم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق يشأ يذهبهم ويأتي بخلق وجديد وما ذلك على الله بعسيس فبرسوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنوات مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجسعنا أم صبرنا ما لنا من محيص وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن أدعوتكم فاستجبتم لي فلا تلونوني ولونوا أو أفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنوات بمصرخي إني كفرت مما أشرككم من وقبل إن الظالمين لهم عذاب آليم وعد خلال الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات وتجريم وتحت الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحييتهم فيها سلام ألم تر كيف ذرب الله مثلا كلمة طيبة وكشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أقلها كل حين بإذن ربها ويذرب الله الأمثال للناس لعن لهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة لذتت من فوق الأرض مع لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا من قول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار واجعلوا لله أنودادا ليظلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار قل عبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رسقناهم شرا وعلانية وعلانية من قبل أن يأدي يوم لا بيوم فيه ولا خلال الله الذي خلق السماوات والأرض وانسل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رسقا لكم وصخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وصخر لكم الأنهار وصخر لكم الشمس والكمر ذائبين وصخر لكم الليل والنهار فأتاكم منه كل ما سألتموه ويواتعون دون نعمة الله لا تحسوها إن الإنسان لذلوم كفار وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام ربي إنه أغلل كثيرا من الناس فمن أتبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكن وتمي واد الرية بواد غير ذي سرع عواذ بيتك المحرم عند بيتك المحرم ربنا لقيم الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارسقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعن وما يخفى على الله من شيء وفي الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب جعلني مطيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا غفر لي ولواردي وللمؤمنين يوم يقيم الحساب ولا تحسبن الله غافلا عن ما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم اليوم تشخص فيه الأبصار مهتعين مقنعي رؤوسهم لا يردد إليهم طرفهم وفئدتهم هوا فانذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبئوا غسل ولم تكونوا أقسمتم منها قبل ما لكم منها سوال وسكنوات في مساكن الذين ظلموا أن وفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مقروا مقرهم وإن عند الله مقرهم وإن كان مقرهم لدسول منه الجبال ولا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله حسيس وذو مطقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات برسول الله الواحد القهار وترى المجرمين يوميذ مقرنين في الأسقاد سرابيرهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليدسي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينظروا به وليعلموا أنما هو إله واحد أنما هو إله واحد وليذكروا للألباب